ايه موضوع مسكة الايد يوم الانتقال وناس كتير قوي بتقول ان حضرتك شعرت ان ابونا مسك ايدك اليوم ده وانت وقرب الجسمان بتاع ابونا رحت لقيت في ابونا حبيبنا من الابرشية اداله صليبه والانجيل فانا راح عبرفع صليب بايده وببصها لقيت صوابه وعملت علي كده فانا قلت له طب قوم بقى قوم انت بدأ بتعمل كده قوم اقف قوم انت بتعذر فمارك تشدني ابني قال لي خلاص يا ماما خلاص يا ماما انزلي خلاص حسيت اني فعلا ربنا اختاره في احسن وقت عشان كده انا البست الابيض عشان فرحانة اني ربنا في السنة بس الفراء اللي صعب الفراء اللي صعب والصدمة والمفاجأة البشعة اني ابونا رايح يصلي اداس وممكن يروح يعمل خدمة تاني ويرجع بيته ويفتر مع ولاده او بعد كده يخلص نهضة العدرة ويرجع لقيت دوت احلام او وهم في دماغي ومش هيتحقق حاجة منه تاني لكن هو كان بيبعد تعزية خاصة بمسكة الايد وبيبعد تعزيات مختلفة واحنا عارفين كمان ان كان فيه لقاء للأسرة مع قداسة البابا توادرس اللي كان حريص ان هو يقابل كل الأسر اللي فقدت حد في الحادثة دي اللقاء مع قداسة البابا كان عامل ازاي؟ بس هو ربنا يجي لقداسة البابا كل تعزيات السماء علشان هو موجوع واجعنا بالضبط وكان متألم زينا خالص خالص وحسى برضو ان كان يعني في حالة زهول كنيسة بتصلي وكان كنيسة حصل فيها كده يعني ابونا مش راح فيها العدد الكبير كنيسة زغيرة فانا حسى ان هو كان زعلين جدا عشان هو متأثر خالص انا كان هيغم علي انا كنت خلاص عارفة بعمل كده فقلت اطلع اشرب ميا او حاجة وما قدرتش اتحرك تاني فقلت بدل ما اعمل قلق في وسط الاجتماع سيدنا قعدت لاخر وقت لما سيدنا تلع سلم علي وقال لي البقية في حياتك كانت تعزيه جميل اكيد من قدست البابا بس حدرتك سألتيني سؤال اني ابو سيفين شافيع ابونا عايز اقولك اني ابو سيفين ده حبيب حبيبه ابو سيفين اللي بيدور على حبيبه يعني لو مش شافيعه هو اللي بيعمل معا حاجات حلوة من قبل ما يطلبه